مباراة فيتا كلوب وعارفين طبعا ان مباراة شبيبة الصورة هكون مهمة جدا مدى قوة المجموعة الاهلي بيلعب فيها هي ان كل الاربع فرق عندهم نفس الفرص اللي موجودة بمعنى الاهلي المباراة اللي جاي عنده شبيبة الصورة وسمبل تنزاني عنده فيتا كلوب لو سيمبة فاز والاهلي ان شاء الله هيفوز اللي اتنين يصعدوا مع بعض الاهلي وسمبة يعني الاهلي المركز التاني وسمبة المركز الاخير الاتنين يصعدوا مع بعض وبالتالي مجموعة قوية جدا 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 فيها فرق محترمة كلها طبعا احنا بنتمنى طبعا لكن الفرص ستكون ضعيفة ان الاهلي والشبيبة يصعدوا مع بعض كفرقتين عربيتين لكن نظرا لسخونة المباراة من حيث طبعا السلوك الرياضي والمنافسة الرياضية فقط لغير النادي الاهلي مقدموش غير هدف واحد فقط وهو الفوس وهو ده شعار النادي الاهلي دايما دايما النادي الاهلي بيركز على المكسب على ثلاث نقاط الا اذا حصل عدم توفيق زي المباراة الاخيرة وبالتالي طبعا يعني اكيد بنتمنى توفيق ايضا لي يعني الفري الجزائري وطبعا تخرج المباراة في الاطار التنافسي المحترم طبعا النادي الاهلي زي ما احنا يعني النادي الاهلي كعاته طيبة بدأ انه هو يراسل الفري الجزائري علشان يعرف هيوصل امتى الاستعدادات الترتبات النادي الاهلي يعني بيتعامل بنفس المعاملة اللي تلقاها في الجزائري المعاملة الطيبة المعاملة الحسنة من اشقائنا الجزائريين طبعا احنا شعوب عربية بالتالي مش محتاج ان انا اتكلم او مش محتاج ان انا اقول ماذا العلاقة الطيبة ما بين الفريقين ودي حاجة ايضا مش غريبة على النادي الاهلي اللي دايما بيكون ضياف لكل الفرق العربية والافريقية والعالمية اي حد بيكون موجود هنا في مصر بيتشاهل فوق الرأس وبيحصل معاه نفس المعاملة او نفس اللي حصل مع الاهلي في الدولة اللي كان مقيم فيها واكتر كمان ولو مش مصدقين اكيد حضراتكم بتسمعوا وبتشوفوا بعنيكم وبتسمع بودانكم المعاملة اللي النادي الاهلي دايما بيعامل بيها الانديها كلها اللي موجودة في مصر سواء لو حد عامله كويس او سواء حد تعامل معاه بطريقة مش احترافية وده وارد فيه الادغالة الافريقية والفرق الافريقية